موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد أبرز وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس المستشارين تدابير الاستباقية والاستعجالية التي تم اتخاذها للتعاطم مع الوضعية الراهنة للموارد المائية والتي تسجل عجزا كبيرا وأوضح بركة خلال جرسة الأسئلة الشفوية حول الوضعية المائية بالمغرب أن التوجهات الكبرى لعمل الحكومة ارتكزت بشكل أكبر إلى جانب تسريع وطيرة إنجاز السدود على المياه غير الاعتيادية وأوضح الوزير أن برنامج محطات تحلية المياه أضحى من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية وكشف أن 50% من المياه الصالحة للشورب سيتم توفيرها في أفق عام 30-2000 عن طريق تحلية المياه هذا ونبه الوزير إلى تراجع معدل الواردات المائية السنوية إلى 7 ملايير و200 مليون متر مكعب خلال العشر سنوات الأخيرة وانخفاضه إلى 5 ملايير و200 مليون متر مكعب بين عامي 17-2000 و23-2000 بل إن هذا المعدل لن يتجاوز في السنوات الأخيرة 3 ملايير متر مكعب من الواردات المائية الوضعية المائية ببلادنا ومشاهدين نناقشها مع ضيفنا الخبير في مجال المناخ الدكتور مصطفى عيسات دكتور أهلا وسهلا بك أهلا ومرحبا أهلا وسهلا الوضعية المائية ببلادنا اليوم دكتور كيف هي؟ هل فعلا الأمر مخيف بالأرقام؟ الوضع كيف هو؟ نعم الأرقام التي أشار إليها سيد نزار بركة الأمس أمام مجلس المستشارين هي أرقام جد مقلقة وتنبي أننا مقبلون على ندرة مائية وشوح مائية غير مسبوك في تاريخ السياسة المائية في المغرب اليوم لما كانت تكلموا على أكبر السدود عندها نقص بنسبة 60-90% من الوالدات المائية كانت تكلموا على السد الوحدة كانت تكلموا على السد المسيرة كانت تكلموا على الاحتياطات المائية المهمة اللي كانت تزود كوبريات لمدن وكتزود قطاعات فلاحية مهمة بالماء ديال السقي اليوم هي تحت المعدلات الأدنى لها وبالتالي اليوم نحن أمام وضعية مقلقة تتطلب إيجاد حلول استراتيجية آنية وحلول مستقبلية تؤمن السياسة المائية للمغرب لعرفات واحد الحالة غير مسبوكة بسبب التغيرات المناخية وبسبب كذلك ارتفاع معدلات ديال درجات حرارة الأرض إلى اثنين درجة بحكم أن اليوم كانت تكلموا على التزامات من أجل الحياذ الكربوني ما مشيناش في الحياذ الكربوني اليوم الدريبة ديال شح المياه الدريبة ديال تبخر مياه الاحتياطية ديال السدود كتوصل الآن لملايين الأمطار المكعبة اللي كانت تبخر وبالتالي كانت تفقده يومياً هذه الاحتياطات الاستراتيجية ديال المياه بحكم هذه التقلبات المناخية اللي كانت تستدعي اليوم التوجه نحو المياه الغير الاعتيادية دكتور قبل أن أتحدث عن هذه الإجراءات الاستعجالية اليوم بالنسبة للمغرب يعني كيف ولماذا وصلنا إلى هذا الإجهاد المائي الكبير؟ هناك أسباب طبيعية وأسباب ذاتية وموضوعية الأسباب الطبيعية مرتبطة بأن الجفاف أصبح الآن مهيكلاً في منطقة شمال حول أرض المتوسط ووصل كذلك إلى بعض البلداء الأوروبية خلال هذه الخمس سنوات لعرفات تسلسل موجات الجفاف المرتبطة بالتقلبات المناخية وأسباب ذاتية أرجع إلى التقرير الأخير للمجلس الأعلى الحسابات اللي بيين على عجز الحكومات السابقة على تنفيذ استراتيجية دي الماء والتأخر ديالها في ثلاثة المحاول الأساسية لما كانت تكلموا على بناء السدود هناك عشرات السدود اللي تم التأخر في إنجازها في الوقت والزمن المحدد هناك كذلك سياسة الربط بالآنابيب لتأخرات في رفوف الدراسات لدى الحكومة أكثر من عشر سنوات ونحن نتكلم على السياسة المائية بالساعات اليوم وبالأيام وليس بالسنوات إن التأخر لعشر سنوات هذا هذا الكبير للزمن التنموي وهذا هذا الكبير للتوجهات الحكيمة لصاحب الجلالة لإعطاء تعليماته السامية خلال الافتتاح البرلماني للسن السابقة من أجل استراتيجية متكاملة بسبع محاور كبرى تهم إنقاذ الوضعية المائية في المغرب وتعزيز الاستراتيجية الأمنية المائية للمغرب وسنستفيد في هذه المحاور خلال الانقاش سيد الوزير نزار بركة نبه إلى تراجع معدد الوردات المائية السنوية وقال بأن هذا المعدل لن يتجاوز في السنوات الأخيرة ثلاثة ملايير متر مكعب هل هذه التوقعات محتملة يمكن أن نصل إلى هذه الأرقام؟ نعم لأن اليوم كانت تكلموا على حقيقة السدود الكبرى لفقدات اليوم معدلات ديال 60-70% من الاحتياطيات ديالها اللي كانت كتوفر ما بين 5.6 مليار متر كيب ديال المياه الصالحة للشرب والمجال السقي والمجال الصناعي اليوم تقلصت إلى 9.5 مليار متر كيب وكان خصنا نمشيه باش نزيد الواحد المليار 4.7 بتركيب اللي توفير الاحتياجات المائية بحكم النمو الديمغرافي بحكم التزايد الطلب على الماء لكن اليوم عندنا تراجع في الوردات المائية مما يشكل واحد خلل كبير على مستوى الاحتياطات المائية بالمغرب اللي كي يطلب موارد مائية جديدة وهنا التوجه نحو تحليات مياه البحر قبل أن نتحدث عن هذه النقطة دكتور اليوم يعني ما هي الإجراءات الاستباقية الاستعجالية التي يجب اتخاذها لمواجهة هذا الوضع هناك الاشتغال على مجموعة دي المحاور الأساسية كنت تكلموا على سياسة حكماتية في تدبير الموارد المائية الموارد المائية نتكلم عن تدبير مياه السدود تدبير كذلك المشكل دي اللي واقع فيه السدود اليوم الواحد اللي واقع في السدود كي ضي عندنا واحد تلاتين مليون متر كيب في الحمولة دي السدود تدبير كذلك الفرشة المائية اللي كي تم استنزاف ديالها بواحد شكل كبير واللي تكلمت تقرير أن بعض المناطق فتاد له وهذا وصلات الخمسة ديال الأمطار باش هبطات الفرشة المائية في مناطق الحوز في مناطق كذلك سوس ماسا هناك تراجع في الفرشة المائية إذن هناك نتكلموا على كيف ندبير هاد الاحتياطات ديال الفرشة المائية اللي هي مخزون استراتيجي للأجيال القادمة والدهاب نحو تدبير المياه الغير الاعتيادية كنت تكلموا على تحلية مياه البحر لنصل إلى 1.7 مليار متر كيب من تزويد المدن الساحلية الكبرى وبالتالي نؤمن الماء الصالح للشرب لهذه المدن انطرقت محطة العيون كنت تكلموا على محطة أجيال الآن كتشتغل بنسبة 70% وستصل في السنوات القادمة إلى 100% كنت تكلموا على المحطة الجديدة بطنجة والدار البيضاء في هذا الإطار السيد الوزير كشف بأن 50% من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه ما أهمية اليوم برنامج محطة تحلية المياه؟ محطة تحلية المياه هي حل استراتيجي لأنها موارد قارة للمياه وبالتالي اليوم التكلفة هذه المشروع هي تكلفة مهمة كتطلب استثمار كتطلب البحث العلمي باش نوصلو لمقاربة التكلفة دي المياه الاتيادية كانت تكلموا على مياه الأمطار كانت تكلموا على ده فأخصنا نوصلو لمقاربة التكلفة لتأمين جزء واسع من الاحتياجات دي الساكنة المملكة من هاد المياه المتوفرة لأن المغريب عنده ساحلين ممتدين يمكننا نغطيه من الحسيمة إلى الدخلة بمحطة تحلية المياه وهذا خيار استراتيجي سيؤمن الخصاص دي المياه الصالحة للشرب وجزء كبير من المياه الصالحة للمجال الفلاحي كانت تكلموا كذلك على إعادة تدوير ومعالجة المياه العديمة الهان استراتيجية الآن خدات الطريق ديالها اليوم عندنا مدينة الرباط كيتم تستفادة من المياه الصقي ديال الفضاءات الخضراء ديالها عن طريق محطة المياه العديمة في سالة وكذلك عندنا محطات تصفية المياه كتقوم بنصف التصفية وكتلوح المياه في البحر ديالهرهورة خطنا نستثمر في ديال المياه اللي كانت في البحر بما يسمى بإعادة التدوير الكلي للإستفادة من مليارات الأمطار المكعابة التي تذهب في كل المدن في المجالات الصناعية ومجال الصناعية تغطي قريبا 21% من الاحتياجات المائية إذن هذه الحلول الاستباقية والاستعجالية ممكنها أن تؤمن السيادة المائية في المغرب نعم في ظل هذا الوضع ونحن نتحدث اليوم عن تراجع الموارد المائية ببلادنا بالنسبة للمواطن المغاربة للمواطن العادي كيف يجب أن يتعامل مع هذه المادة الحيوية اليوم إذن انتقلنا من محرص الترف المائي الذي عاشه المغاربة طيلة سنوات إلى مرحلة إجهاد مائي تتطلب تغيير سلوكات اليومية للمواطنين في التعامل مع الترو المائية إذن تلك السياسات ديال التبدير ديال الماء في غسل السيارات في استعمال الماء بوفرة في الحدائق اليوم علينا واحد البرنامج ديال التحسيس والتوعية ينخرط فيه الجميع بشكل تضامني للحفاظ على هاد الترو المائية نبدأ من التعليم الأخضر اللي كانت تكلموا اليوم في المؤسسات التعليمية نتكلم عن سياسات ديالك كي تكدر في الأسواق إلى غير ذلك سياسات البراح إلى غير ذلك من أجل توعية المواطنين للحفاظ على هذه الترو المائية وكذلك علينا أن نبدع في إعادة استعمال المياه المنزلية هذا نوع الهضر المائي كبير ديال الماء داخل البيت ليمكنني توظف بطريقة عقلانية ويمكن ترشيد المياه لأن التكلفة طلاقة من هذه السنة ستصبح فاتورة الماء جد مرتفعة عند المواطن وعليه أن يرشد هذا الماء من أجل خفض التكلفة العالية لهذه الترو المائية التي هي أساس الحياة عند المواطن الخبير في مجال المناخ الدكتور مصطفى عيساد شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا ختم فقرة ضيف الزوال مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء